انا عايز اوصى رسالة ثلاثية الاولى انه لو اي انسان من اللي بيشاهدنا بيظن انه ممكن ان يسترضي الله القدوس ببعض الاصوام او الحسنات او الافعال اللي في نظر الناس ممتدحة اعلم انه حيث ان الله قدوس فقطياك مكشوفة امامه وليس امامك الا طريق واحد فقط وهو ان تحتمي في المسيح الذي مات على الصليب ودفن وقام وقدم نفسه فدية وكفارة لخطيان الامر التاني اقوله لو شخص يشتاق للقداسة لكن لا يعلم كيف يبدأ البداية ان تولد من فوق ولادة روحية عندما تعترف انك خاطي وعندما تشتاق لهذا الصنف الراقي النقي من الحياة وسط مستنقع فساد هذا العالم فاطلب من الرب ان تختبر الولادة من فوق الامر الثالث اقوله لاولاد الله نحن جميعا مدعوون ان نعيش بالقداسة حتى نزين تعليم مخلصنا الله يقول الكتاب في تسالونيك الاولى اربعة لان هذه هي ارادة الله قداستكم اذا نحن مدعوون ان نحيا حياة نبين فيها اننا نختلف عن الناس ليس كبرياء لكن لان نوعنا مختلف نحن من نوع يختلف عن بقية الناس اشتركوا في القناة